اشتركوا في القناة وانا حسيت ده من اول يوم ما شفتك فيه من كلامك اللي مخلياني قاعدة جنبك بالوقت ابني انك ليه ابني مهما كانت الظروف مراضي ومهما كان وضع الاجتماعي ابني ده حاجة تانية خالص معشان كده لازم تفكر ازاي تغير الوضع ده حكم شغلك كمان ميفعش تجري ولا حل التقليد انت وصدي ما عرفش بس لازم تفكر زاي اي حد في وضعك او ظروفك يبقى لول حق ان هو يشوف ابني ده اللي قصده انا ممكن اسألك سؤالي طبعا الامل والطاقة الاجابية اللي انت فيها دي فعلا سبب منا اه 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 تشرب ايه صحيحة منجل منجل بعد ازنى ايه يا راجل انت بقى لي ساعة بانده عليك مبتردش وبعدتلك الواد ابن البقال ما فتحت الهوش ارتطلع اشوفك ايه انت كويس الحمدلله انا كويس مبتزلس شغلك ليه انا بعادت ااخد اجازة دي مرتبة وبين وبينك انا افكر اساوي معاشي اشتغل ليه انا خافتي ايه اصلا من الشغل ايه اللي خدت ايه من الشغل انت تفضل تشتغل كده لغاية ما تفيص وبعدين الواحد ملوش ايما منجل شغله ينزل للشغل يرجع من الشغل يشوف ناس يعافر معاهم تعافر معاهم يعافروا معاك ايه لا بس انا عافر ليه وعشان مين خلاص كفاية اول حد كده انا قررت عيش اليوم ان الفضلين دول مع نفسي وبس يعني انا مش فهم يعني ايه مع نفسك وبس بقولك ايه يا ست جمالات الله ينور طريقك انا مش طيق نفسي اصلا ومين سامعك يا اخويا ومين طيق نفسه الدنيا عمالة تشيل وتحط فينا بس برضو لازم الواحد كده يشم يشوف ناس يقعد مع ناس بقولك ايه انا مليش اصحاب ومش عايز اعرف حد واسيبيني بقى اسيبيني ايه فيه ايه انا عالطنق انا قلت الجار للجارة اجي اسأل عليك ايه بفيا كده بقولك يا ست رمالات انا مش عايز حد يسأل علي ايه رأيك بقى مبعدينيش معنى دلوقتي انا طول عمري عايش لوحد محدش بسأل علي ايه فرق انت دلوقتي ها بقولك ايه انا تعباني ومش طيق نفسي وعايز انام يلا يلا ايه لي يلا يلا انت بتترودني؟ انا بطرودك ولا بتترين انا غرطانة قلبي الطيق دايستان ضرب الجذب خليك كده انا مش عايزة اتوف حد مش عايزة اتوف حد مش عايزة اتوف حد يا هيني لما ما توف حد بطر محيشت اني عمري راح محيشت اني ولا حاجة يا ناس انا مش عايزة اتوف حد سيموني فحالي بان سيموني فحالي اتوف 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 ات الموظفين يسمعوا ما يسمعوا ولا يولعوا بعدين بقى ايه دي مش كده يا حبيبتي انت ناسي ان انا لايه حق الإدارة في الشركة فلا انت ملكش اي حق هنا وانت اول واحد عارف كده كويس اول احنا اتظاهر مقلنا الكيش ما عليش يا حبيبتي انا اسف بس جنتي مش فقط تعالي بس انا صلي جيت هنا يا روحي ايه انتفقت مع الاستيسة ميرا عالكلام ده انا طبعا موتلوش على اي حاجة اللي بحصلت بيننا انا محبش اصلي اطلع اصرار بيتنا برا نعم تعالي هنا روحي اوعا كده اوعا نعم كويس ان انت هنا عارف سيء اللي حصل تعالي في مكتب نتكلم سامح بيجوه طب خلاص تعالي نطلع برا نعطى اي مكان نتكلم يلا 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 حبيبتي انا نعم خطوص نعم 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 المترجم للقناة 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 ثانية ملحفة كل حضرتك عمرت بيه نفذ بالظبط اللها عظم عالقاوي عاد أهلاً أهلاً بقى أنت قاعد في العزبة كلهم وسيدني مع العقارب في جحر العقارب واحدي أكل طقة وأفوق الطقة وحط القرش على القرش اخسى عليك اخسى عليك يا جاحد يا ناكن للجميع ايه دي اما هفاهمك أنا هفاهمك اما وانت خليت فيها اما بقى ياما انا ماينفعش اعرض مع ولاد خلي علشان زي الكابريت والبنزين والجزل والمع وانت علشان تيجي وتمشي وتقعد في العز ده ايه ده يا والا؟ بتعاشي الاستورات؟ طبعاً ايه يا والا يا جزمة؟ بتاكل ايه مجوهرات؟ انا م Doing Good الله عنكم Heavy كنت بعد هنا قلبي ورب غطبانين عليه خلاص يا اما خلاص وبالي لي بس أنت عايز مميز هونITT انا قاعدة هنا انا مش مشة من هنا يا حلاوة وانتعاضي فوق راس وهتني هنا وعايزة كاميرر انا عايزة ايه؟ عايزة كاميرره اشغالة هي مميزلة وانatti عرفت م anyت كلمة كاميرره يسعى بيقله كده ميز هجابلك الكمالرى دي نايش انا عايبك تمدي المولات الموتاك اكل ni يا ابني انا امعرفها فاكرا يا عمة لما كنت تتخاب مني الكباب انا عمري انا بأعا عمري ما مخب مني العائل ليس لا كل يا حبيبت انت خبيت مني البلا كلها يبقى اسمها ميمي بيزا ميمي بيزا لا تقلتها قدمة ايه بعد ميمي بيزا وانا شقدتها عرفني دا عائل ياهود ولا ايه ميمي بيزا دعيش يا معافي بتأكوا عليكم دعيش بس أفرنجي أنا عايز أكتب دراحتك في البلدة كله اعتبريه مش تعتبريه هو أصلاً بتاعك يا حمد كل ده بفضل دعواتك بس أنت بس بيدعيلي سامح انت كويس يا حبيبي أنا جاي أقول لك كلمتين بس هو أمشي على طول بس بريز تركز فيهم كويس أنا مبتكسرش يعني من الآخر كده محدش يقدر يلوي دريعي وعشان أبقى واضحة معاك ودي حاجة صعبة قوي انها تحصل بس عشان انت غالي عندي اللي حصل ده قرصة ودن خفيفة عشان تفهم كويس قوي ان اللي يدوس لقيتن على طرف أفرمه ربنا يشفيك يا حبيبي وتخرج من المستشفى بألف سلام بس ده بقى ومتوقف على كلمتين تقولهم انتي طالب عارف لو قلتهم دلوقتي هترحم نفسك من بلاوي كتير قوي لسه جاي سلامتك يا روحي باي ايه اللي أخبار؟ أنا كنتش عايزة كلامك مبارح يعني تسيبك تستريح وتنام أنا عايزة أشكرك علشان ان عملتي معي أم بقرح تعرف ان انا مبسوطة قوي عارف ليه؟ ليه؟ عشان حس ان انا بق عندي طاقة إجابية كبيرة قوي وعرفت ان انا ارهل حد وقدم خليني قويها كده انا مبسوطة عشان عرفت واحدة زينك على فنك بس أنا عايزة أقولك على حاجة انت لازم تعملها وانا كمان هعملها معيك قولي عايزة ان اعمليه بس بقى انت لازم ترا كل الكوانين الخاصة بالموضوع بتاعدة لازم تتراها كلها التفنات هايمين وشمال وفوقه تحت لازم يبقى عارفين اي حق انا هناخده ازاي تبتكلمي جد انت عايزة ان اذاكي القانون؟ ايوه طبعا ولا ابنك ما يستاهلش لا يستاهل بس انا معي محامي ومعقول انت تقرشين بولك المحامي ده على العيني وعلى راسي بس انت الوحيد اللي تقدر ديك بحقك محامي ده يعني في اخر اليوم بياخد الموضوع ده كشغلانة ممكن معرفش ايه الاخطاء انت لازم تعرف ايه الاخطاء دي عشان نعرف ناخد حق انا مش صعبة دي لا طبعا مش صعبة ها قلت ايه؟ على فكرة انا معاك مش هادر اقول لا اهلا حك يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا احمد احمد اه اهя اه do what اقول انت عدم ايه ليه مش عابل بتعجيب ابه احضري اساة يامب مش عابل جاية احضر مليانة حدات خلوة والحدات اكي كده لا حاول الله اهaciري انا عايزة هاينة ايه في الهاب أريد اهم السايبي علم السرقة مال صايبي علم سرقة في التلاجة يا امه في التلاجة اه تعالى بس مقايقا لاي تقع واخذا علمي الايه تقلق bloodyд fil فالفو التلاجة ولا حاجة؟ طبق ايه؟ يا وات الشغلين دول عينهم فارغة يعني تقولها هاتيلي حاجة من التلاجة تروح مادة اديها واخد حاجة ياما ياما ارجوك يا ابوس ايدك اسمع كلامي وفهميه انت تعودي في القوضة والشغلين يجبولك الحاجة لغاية عندك ما انت هتفلس كده ولا هتفتقر ايه الخبا دي؟ بقولك ايه؟ قولي انا هاعط الفلة هنا بقى مش هرجع الحاجة نوري انت تؤمري واحنا ننفذ على طول ها في حاجة تاني؟ اه ايه بقى؟ بص شقة اللي هم عادين يبرطاعوا فيها دي هنقفلها دي تجيب شقة وشويات هنقجرها تجيب 600 جنيه 600 جنيه؟ اه 600 جنيه ايه يا امه؟ انت بشايفة لقشة اللي احنا عايشينها 600 جنيه بالنسبة لنا يعني ملاليم دلوقتي يا حبيبي يا ابني 600 جنيه ملاليم بالنسبة لك؟ طبعا الماليم الله يا الله دو والنبي ربنا استجاب لدعايا طول عمري عارفة ان انت ربنا بيحبك وهيفتحها لك وانا ادعيلك يا رب يفتحها في وشك ست غورة يا ها 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 عيلو يا سيدة والنبي عزب وادعي ربنا يكتحها في وشك وطول عمر ربنا يحبك ونويها لك والله انا كل ركع وكل صلاة كنت بادعيلك ركعت ايه بصلاة ايه يا وانت عمرك سجدتي ها؟ ايه ولا من سن سبع سنين وانا باركع وبصلي تالي ما تاخدش بالي ايه وصحانا ما باخدش بالي بقولك ايه ايه انت خلاص طبنا فتحها عليك ايه وبقت كبير المقام ومقامومك من مقامك طبعا لازم بقى قلبس بقى شيء وحاجات عجبك يا الله والله ودهب ايه يا حبيبتي ده انت صلو بعيوني الله يكلميك دهب يا وقت كتير كده حاضر وراسيت في البنك ايه راسيت في البنك انا مش هكلم بقى كده ولا عايزة ايه عايزة ايه راسيت في البنك ماشي يا عم عشان عيونك الحلوة دي هحطلك راسيت في البنك حاجة تاني بقولك ايه هنا عاملين حفرة كده وحطين فيها مياه بيسموها بسي همام سباحة يا عمي معكش مايو تمزلي تاخد بني خصين ولا حاجة كتع واحدة عصلي يا محمد يا عصن يا حبيبي يا حبيبي ربنا يا حميك ربنا يا حروسك يا اللي عمرك ما قلتلي لك يا اللي عمرك ما شاحتطني وراك كل حاجة بتعملهاي ودغني في حياتك حبيبي 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 طول عمرك يا رب يا ربي триحت يا ابن بطني استنا يا جمال ايه اللي انت عملت لاد انت مجنون؟ طب انت هتشتغل ايه؟ كنت سويت معاشك ياه؟ انما تستقيد؟ يا جمال استنى المدير بعيد يتفاشل معاك انتبعيش في عمري يا جمال فيه ايه؟ استنى ليه؟ عشان شوغلك ووظيفتك شوغلي ايه؟ تقدر تقول انا مشتغل ايه؟ تقدر تقول ايه ايه شوغلتي؟ عملي عشرين سنة عشرين سنة اتعلم اكتب تقدر تقول انا عملت ايه؟ ايه اللي انا مسلطله؟ من يوم ما دخلت هنا والغاية دلوقتي وانا زي ما انا من اللي جابني هنا مرحل زي خريك سياحة فنادي بيعمل هنا ايه؟ اعدت هنا اشتغل ايه؟ انا تفوزت فوزت ما اكتب بسبات وارقام ايه؟ ايه؟ انا عملت في نفسي كده الايه؟ انت تقدر تقول المرتبة كم؟ بتقبط كم؟ انا ادي في حياتك حينك كلها تقدر بين ايه دك في لحظة واحدة وانت بشغل غير انك كل يوم بتجي الصبح تقدر وتقعد على مكتب وتقعد تستنى المرتب والعلاوة وتناقش غلق الاسعار اللي كل يوم بتغلى وانت مش عايز تعمل ايه؟ يا جمال حياتك كده هنعمل ايه بس؟ مش عايز حد يقولي كده مش عايز حد يقولي احرم عليك مش عايز حد يقولي اطراب الميلي مش عايز حد يقولي امشي جنب الهيدة مش عايز حد يقولي اخليك طيب انت قدرت يقولي ايه بطيب العطير هل هامل لان على انت مياه في عيدتي حقققى بتيب حى هامل ايه من بان ولا حاجة انت انت حققق dzi Carla ولا عاجة انت نلتك عيز ولا حاجة حاتم الاخير حاكم انا ما بحبش اللف والدوران حاضر انا عايز اتجاوز في ريال وانت بقى ان شاء الله بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه في حياتك عشان تيجي تقولي انا عايز اتجاوز البيت انا اسفت الكل شغال في شركة مهمة اول في البلد اليومين دول اه مع الموقوس احمد وموقوس ليه؟ ده بقى راجل ما شاء الله عليه فلوس بتجري في ايدي وبعدين كلها سنة سنة واحدة ويبقى مليونير منين يا واجي متولي قولي منين ايه ده بس كان فيه واحد صاحبنا جي فتح شركة هنا في مصر وبعد كده جات له مصلحة بره فساب احمد يدرها الكلام ده بقى ما يخلش علي انا وغلوتك عندي هو ده اللي بيحصل طب ماشي امك مالها امي ما جاتش معاك ليه؟ امي امي جالها عازة كده راحت البلد تعمل الواجب وجاي على طول وأول ما تيجي هاجبها لك هانا وانت ما سافرتش معاها ليه؟ فيها ست كله وتحقيق ولا ايه؟ ما نقات برد عليك من بدر يا اوه؟ طبعا تحقيق دي بنتي الحيلة لازم اعرف كل حاجة عن اللي عايز تجوزها حاضر 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 خلاص يا امو فريان انا موافقة على متولي انتي تخرصي خالص ما اسمعش صوتك ما تسمعيش صوتي ليه؟ مانيش لسانة اتكلم بيه؟ يا بيت العبيطة تلمي استني اما الود ينزل ود متولي ود ده حتى زي الامر يا بيت العبيطة اهدي بقولك ايه؟ من الاخر كده انا موافقة عليه وبعدين هو فيه احسن من متولي ماشا ست الكل انا هستأذي من انا بقى واول ما يكون فيه رد ان شاء الله هتلعيني قدامي السلام عليكم مشربتش يعني الشاية متولي ركعي يا اخويا ما خلاص مع السلامة والقرب تعيلك أكبر الله العظيم يا رب يا بيت يا بيت يا بيت ما تبقىش مرمية عليه كده مرمية عليه ده ايه؟ ده هو اللي هيموت علي اه والباشا بقى اللي كانت عينك حتطلع عليه وكنتش تعودي طول الليل ورا الشباك مستنيا يا عدي خلاص بح اللي بيعنا بيعو ايه؟ باعك؟ لأفهم من الاخر كده احمد مالوش في الجواز والنبي ده ايه؟ وعرفت ده امتى بقى ان شاء الله؟ عرفت وخلاص بقى يما هو تحقيق اه وانتي بقى بتتجوزي متولي ليه؟ هو قيل ليه؟ بيت؟ اوه عيتفتكي ان انا مش فهماكي ده نمك عجناكي وخبزاكي اوه عيكون عقلك يقولك انك تتجوزي متولي عشان تبقي مع الموقوس التاني ايه؟ ما الكلام اللي انتي بتقولي ده؟ شلي احمد من دماغي انا شلته من دماغي وبعدين انتي مش تقولي الوقت نفسك تجوزيني واحد كويس وعنده مستبل انا بقى هعملك ده؟ هو انا لازم افضل متعلقة في اللي حبال الدايبة؟ ماشي يا بيت جمالات حصدقك بس انا قلبي هنا مش مستريح طيب انا كنت اعمل ايه؟ انا لما خرجت ملقيتش حاجة اشتغل انا و لما اشتغلت في العكومة كنت فاكر انا انا حسحة انت حمارة انت حمارة جميل كان لازم تفقم ان الحكومة دي عاملة زي الاب اللي بيدخوله ما بيخرجش بس بعدين الامر راح حتى لو حاولت ابتدي من الاول عم جمال ايه اللي جابك هنا؟ شبورة هاتي طلبية بتاعتي انا يا ساز هو انت ايه؟ بتعملي ايه هنا؟ انا ببيع وبشتري انت عارف انا كنت احجي لك الوزارة بس قلت اسيبك كده لحد ما تفوق بفوق يعني ايه؟ انت اقصدك ايه؟ قصدك ان انا مجلون؟ انا ما قلتش كده في ايه يا عم جمال بتهدى شوي انا عايش اعرف انت اقصدك ايه بالزبط والله العظيم ما اصدت حاجة انت حبيبي يا عم جمال وحبيب بابا وانا اي حد ابويا يحبه انا احبه واشيله فوق الدماغي انت عارف؟ نزلنا منك قوي عشان ما بقتش تسأل علينا ولا تيجي ابوكي انا ارحمك يا عبدالعزيز الله يرحمه كان بيحبك قوي وكان بيقول لنا انك اخوه ولو كان ليه اخ ما كانش هيحبه زينا انا كمان انا كمان كنت بحبه قوي انت حبيبي صح وزي بابا مش اوه كده ابوكي كان اكبر مني بكم يوم يعني طب انا عايز اقول لك على حاجة بس اقوعة تزعل او تزربن علي اقول امش ربش هيحب انت زعلان عشان كاميليا هي الخسرانة او الله العظيم هي الخسرانة بس برضو انت كمان غلطان اه المفوض اللي يقول لك لأ يبقى هو الخسران ما تزعلش قوي كده وتتدايق وتروح مستشفى على ايه كل ده تقصدك ايه الدنيا مش مستهلة يا عم جماي عملتي هاي انا خلاص قرفت من الناس دي وديني لو ما كانوا يدفعوا اللي عليهم لعمل لهم امهم مشكلة في المكان انا مش قلتلك اتفقي مع السرافي يخسن من المرتبات عملوا معا مشكلة وقالوا ومس من حقه يعمل كده المهم لامتي كان من الاخر يولا الفين جنيه هو وفيه الف كمان بوك طب حلوين بيته مونة ايه الجمل اللي داخل عليه كده دي صاحبتي عم جمايال نغم وإيه ده؟ ده القص بتاع الحاجة للنس واخدها مننا امهم امهم انتو شغلين تكسبوا كده؟ انت حتقر ولا ايه عم جمايال انت رايحة فين؟ هونا المفروض تديكي تقرير عن تحركاتي ولا ايه؟ اه المفروض تديني تقرير عن تحركاتك وعنشان انت بقي فهمة من هنا ورايح انا لازم اعرف انت بتعملي ايه بالضبط لا يا عيد انت مش وليه امري عن اذنك استمي هنا في ايه؟ دخلنا قولي علاق الصبح مامي فهمي بنتك دي ان هي من هنا ورايح لها تتحرك ولا تروح ولا تيجي غير واحنا عارفين كل تحركاتها ونبعارفين هي بتعمل ايه؟ بالذات بعد علاقتها بـ مروان باشا طب سبيني الموضوع دي انا لا وعلى فكرة اللي انا بقوله هو اللي هيتعمل انت تجنيتش ولا ايه؟ مامي الناس دي لازم تفهم ان كل حاجة بقت مكشوفة خلاص احنا هنقض نخبي هنلف واندور ليه يا عنا طب روح يا حبيبتي انت دلوقتي يلا تروح فيه؟ مش هتروح في حتة دي لازم تفضل قعدة هنا وتسمع كل كلمة بتتقال وتعرف المصايب اللي احنا فيها مصايب ايه؟ اقولك ايه؟ انت اسمعي كل كلمة بقولها وانت سكتة لا مش هسمعها وانا سكتة لازم افهم تعالوا تعالوا اقوليكم المصايب اللي احنا فيها اقولها لكم سامير ممكن يضحني السجن كملي احكي لها كل حاجة خليها تعرف بدل ما تفضل كهايتي وتوجع في قلباني وممكن يلاقي نفسنا في الشارع مش لاقيهم مش هيحصل لا ممكن يحصل اصلا انا انا يا ميرا ما تقولي لها يا مام ما دي اشكت على نفسك تعرفيها ليه كل ده؟ ولا انا مسألتها السؤال ده كتير جدا مش رادي هتجاوض يمكن دلوقتي تجاوض عليك انت اقول ايه بس تقولي لي ليه عملت كده؟ الكلام ده كان من زمان قبل طبو عبدالله عبدالله باعك بيع لي باعك واشتري اللي مش تريدي على اقل الاخر ونروح ونجي مع بعض محدش يقدروا لنا تلت التلاتة كان بس انا مش هسيب عيالي عيالي تا ايه؟ عيالي بدل فعنا هي لتنادي بس انا مؤخذة كده يعني انت محلتكش اللضة صح بس انا عندي عملية كده لو تمت هتبقى فولة فطمني فطمك المحاسب خد الدفعة اللي اتدفعت في المصنع كله وعايز يحضها في البنك والبنك بكر اجازة بالضبط هو ده بيت القصيد بس لا ليه طلب صغير عنك بأمورني عبدالله عايزه ييجي شائد المحاسب مش معنى من غيرش معنى الله فيه انت عايزة ايه بوتي بفوق ولا لا ده انا بأحلم باليوم ده يا سامير خلاص يبقى من غيره ولا سؤال تنفذي اللي بقولك علي يا عمار ماشي ماشي انا ايه اللي اطبالني اللي انتو بتتكلموا فيه ده ايه بقى عليك انت خايت من ايه بس اخاف من ايه يا زينب دي روح بنا يا دم يا جماعة تلو سمعت اللي انا وطولك ونفسته تصدقني هتبقى فولة اسمع بس انت الكلام وصدقني هتروق متاحة يا راجل تروق ايه بس يا سامير انا مش مستريحة دماعة لا لا مستريحة ايه ده ايه ده بدي مش كاية وعبدالله تسجن وشال الليلة كلها يعني انت كنت تعرف يا عبدالله ده قبل ما تسيب بابا مش كنا انا بقولكوا الكلام ده عشان نعرف عشان نعرف نتصرف ازاي مع سامير ومشش نتسألني السؤال ده يا مير اقولكوا نقتله ونشهد ان اي حدي تاني هو اللي عمل كده ولا اقولكوا احنا ممكن نقول ان مروان هو اللي قتل هبوه علشان كان بيعمله وحش وعشان ما كانش ميديله وضعه في الشركة ولو مروان هو كمان خطر علينا نقتله بالمرة وهلاقي حدة ان يلبس القضية ده عادي مش جديد صح يا ست زنب قصدي يا زنب هنم طب ونبي يا اميرا تاهدي شوية بس اهدي اهدى 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 زي بعد اللي سمعتم منكو ده طول الوقت عمال اقول انت عندك حق طول الوقت عمال اقول من حقك تدوري على حياة تانيه صحيح الفقر وحش وفيه ناس تستحمل ونسلم وفيه ناس تستحمل ونسلم طول الوقت عمال اوكني على نفسي باي شكل انك صح حتى لما جيت هنا اقول مش مشكلة امي برضو مهما كان لكن لا لا صدقيني يا حبيبتي كان غزبن عني غزبن عني يا ميرا هو كل حاجة غزبن عنيك اي حاجة نعملها هتبقى غزبن عنينا الكلب دي بقت بايخة اوي على فكرة عن اذنك استنى يا حبيبتي استنى يا راحة فيه استنى انا مش عايز اعرف حد فيكو مش عايز اي حد فيكو مش عايز اي حد فيكو كلمني ولا حتى يفكر يدور علي سامعين ميرا استنى يا حبيبتي سبيها يا ماما هيا شوية وهترجع هتروح فين يعني هتروح للحارة اذا كان هم نفسهم في الحارة عايشين بالعافية هيعايش شوية كمان معايهم هي بس مش فاهمت دونيا كويس انا خايفة يا ايدل والنبي مامي بطل يخوف وقلق شوية وخلينا نفكر صح اول حاجة عايزين نفكر في الفلوس اللي انت ماضية بيها شكات دي وكمان لازم نفكر في سامع عندك حبيب انا عايزة كل ورقة تخصك وكل ورقة تخص الشركة احنا مش هينفع نسيب نفسنا كده انتش راح هفين مسايبين راح الشركة اشتركوا في القناة